هنروح لمجز الأنباء مع هلال حملوي شكراً هبة الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التليفزيون المصري أهلاً بكم يشارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في أعمال اجتماع المجلس التنفيذي تمهيداً لانعقاد الدورة السادسة لاجتماع القمة التنسيقية لاتحاد الأفريقي في غانا وعلى همش أعمال الاجتماع التقى وزير الخارجية بنظيره الجنوب الأفريقي رونالد لمولا وتناول اللقاء المسار القانوني الذي دشنته جنوب أفريقيا في مواجهة الممارسات الإسرائيلية بقطاع غزة كما التقى وزير خارجية سيراليون حيث أكد عبد العاطي خلال اللقاء على دور مصر في بناء القدرة السيراليونية في كافة المجالات كما التقى وزير الخارجية وزيرة خارجية جمهورية القنغو الديمقراطية حيث أكد على مواصلة دعم مصر ومساندتها للكنغو في جهودها في مكافحة الإرهاب هذا وعقد وزير الخارجية لقاءا مع نظيره الجازائري أحمد عطاف حيث أشاد عبد العاطي بالتطور الكبير الذي أشهده مستوى التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة شكلا وموضوعا للأنباء المتداولة ببعض المواقع الإخبارية حول قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي باستخدام مطار العريش وأضاف المصدر رفيع المستوى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تزال تمارس أكاذيبها للتغطية على فشل حكومتها في إدارة ملف غزة كما شدد المصدر على أن مصر تجدد تأكيدها لكافة الأطراف على ضرورة التوصل لاتفاق النهائي بشأن إقرار الهدنة في غزة استشد ستة فلسطينيين في قصف طيران للاحتلال الإسرائيلي منازل ومجموعة فلسطينيين في مخيم النصيرات واستقطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه تم انتشال أربعة شهداء نتيجة قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات واستقطاع غزة وشهيدين عقب استهداف الاحتلال لمجموعة فلسطينيين على شارع الرشيد بالطريق الساحلي غرب المخيم أي تجرى نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى العودة في المخيم قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه أجرى اتصالا مع نظيره الإسرائيلي على خلفية الهجوم الذي تعرضت له تل أبيب بطائرة مسيرة تبنت قوات الحوثي المسؤولية عنه وأكد وزير الدفاع الأمريكي أنه لم يتم الإبلاغ في الوقت الراهني عن إصابات أو وفيات بين الموظفين الأمريكيين بمكتب فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب على الرغم من وقوع الانفجار بالقرب منه أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في السادس من أكتوبر القادم وقال سعيد في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية إن قرار ترشحه يأتي بدافع الواجب الوطني ولمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك غرب روسيا أليكسي سميرنوف إسقاط 18 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق المنطقة الحدودية وأوضح المسؤول الروسي أن أوكرانيا أطلقت 21 طائرة بدون طيار وتم التضييق عليها أو إسقاطها باستخدام الطائرات هذا وأفادت وسائل إعلام روسية بتعرض بعض مناطق المقاطعة لعمليات المسيرات خلال النهار ما خلف قتيلا بسبب إحدى هذه الهجمات وفي السياق ذاته أعلنت السلطات الأوكرانية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة عشر آخرون جراء هجوم صاروخي روسي على مدينة ميكوليف جنوبي البلاد يطلق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار غدا الأحد إشارة البدء لتقديم كافة الخدمات الصحية من شارع الخدمة الصحية بمهرجان العالمين والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من داخل العالمين الجديدة ويستمر حتى نهاية المهرجان 30 أغسطس وذلك لخدمة حضور ورواد المهرجان ومحيطه والذي يعد الحدث الترفي هي التنموي الاستثماري الأكبر بالشرق الأوسط كما تقوم منطقة الخدمة الصحية لوزارة الصحة بتقديم خدماتها لمنطقة الساحل الشمالي كاملة من داخل المهرجان بوجود كافة المبادرات الصحية الرئاسية والتي انطلقت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي دعم ورعاية الأبطال المصريين الرياضيين قبل انطلاق أولمبياد باريس تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم ومساندة أبطالنا الرياضيين مشيرا إلى أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية ولفت الوزير خلال لقاءاته المستمرة لأبطالنا خلال معسكرتهم التدريبية سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية إلى حرس لعب مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء وتحقيق ميداليات أولمبية انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال بقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل